موسيقى مشاهدنا كرامة سعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم إلى جولة عبر الصحف الوطنية والعربية لنهار اليوم السبت الرابع عشر من نوفمبر الموافق للثاني من سفر 1437 هجرية جولتنا عبر الصحف الوطنية نستهلها بصحفتي الشروق التي عادت لموضوع مجموعة التسعة عشر وكتبت مجموعة التسعة عشر ناقص ثلاثة تلتقي حزب العمال وتقلل من الهجوم المعاكس متمسكون بطلب لقاء الرئيس وعلى الشعب تحمل مسؤوليتها طالبت مجموعة التسعة عشر ناقص ثلاثة أو مجموعة الستة عشر الشعب بتحمل مسؤوليته تجاه المبادرة التي طرحتها في حل فشل أو في حال قول فشل مسعها المتضمن لقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بمسعها ومواصلة مسيرتها التي وصفتها بالطويلة بالنظر إلى عدم وجود مقر لتجمعاتها وكذا معذلة ترخيص السلطات وقللت المجموعة من حجم وقوات الهجوم المعاكس الذي تعرضت له من طرف المقربين من الرئيس الذين وصفوها بمجموعة المصالح صحيفة الخبر بخصوص العقار الصناعي كتبت ثمانية ملايين متر مربع تسيل لعاب رجال الأعمال حرب على العقار الصناعية اشتعلت الحرب بين مستثمرين في ولاية عديدة بمجرد إعلان الحكومة على لسان مسؤولها الأول عبد المالك سلال وضع كل التسهيلات لهؤلاء من أجل الاستفادة من العقار الصناعية لتطوير القاعدة الصناعية من خلال يقول إنشاء مناطق صناعية جديدة وتبلغ المساحة والإجمالية للعقار التي تسيل لعاب المستثمرين ما يقارب ثمانية ملايين متر مربع والتقت أو ألقى تقول الحكومة قنبلة موقوتة على عاتق ولاة الجمهورية عبر مرسلة وقعها الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا يحملهم فيها المسؤولية كاملة عن جرد العقار الصناعي غير المستغل أو استرجاع المساحة التي منحت سابقا لمستثمرين ولم يباشروا فيها مشاريعهم الاستثمارية وقد دفع هذا الإجراء إلى اشتعال حرب بين مستثمرين وضغوطات على الولاة حسب مصدر حكومي تحدث للخبر الكنباست يتراجع عن قرار توقيع على ميثاق أخلاقية التربية هذا ما أوردته صحيفة الإخبارية حيث أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمية تدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الكنباست رفضه القاطع التوقيع على ميثاق أخلاقية المهنة الذي دعت إليه الوزيرة بن غبريط على الرغم من إمضاء التنظيم على نسخة المشروع رفقة ثماني نقابات شهر أكتوبر الماضي وهذا قبل أن يشدد الكنباست على الأولوية في الوقت الراهن هو التكفل أو على التكفل أو تكفل الوصايا بمطالب موظفي القطاع ننتقل إلى الصحفة العربية وصحيفة الحياة اللندنية التي كتبت عن الاعتداءات التي تعرضت لها باريس أمس وعنونة 120 قتيلا ومائتي جريح في اعتداءات غير مسبوقة بباريس أفد مصدر مطلع أن 120 شخصا على الأقل قتلوا وأصب أكثر من مائتي آخرين بينهم 80 في حالة خطيرة في اعتداءات غير مسبوقة وقعت في باريس مساء أمس الجمعة وذلك في حصيلة أولية وضفت مصادر أخرى قريبة من التحقيق أن السلطات قتلت ثمانية إرهابيين شاركوا في الاعتداءات بينهم أربعة كانوا يحتجزون رهائنا في مسرح باتاكلان بينهم ثلاثة قتلوا أو قتل أقول ثلاثة آخرون في إستاذ فرنسا الدولي ومسلح آخر في جدة فولتير على مقربة من مسرح باتاكلان صحيفة القدس عن جديد الأزمة السورية كتبت أوباما أن نزاع سيستمر باستمرار الأسد عائقا بوتين لا أملك حق طلب تنحي الرئيس السورية أعلن الرئيس والروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أنه لا يمتلك الحق في أن يطلب من الرئيس السوري بشار الأسد التنحية من السلطة كما يطالب غربيون وعرب وقال بوتين في مقابلة نشر تقول على موقع الكريملين الإلكتروني إن سوريا دولة ذات سيادة وبشار الأسد هو الرئيس المنتخب من الشعب فهل يحق لنا أن نناقش معه مسألة كهذه؟ بالطبع لا من جهة ثانية أعلن وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند أمس أيضا أن على الرئيس السوري أن يتنحى في إطار المرحلة الانتقالية في بلاده لكننا نقر بأنه إذا كان ثمت مرحلة انتقالية فمن الممكن أن يشارك فيها إلى حد معين صحيفة النهارية اللبنانية عادت لقضية الطائرة الروسية وكتبت حادث تحطم الطائرة الروسية يتسبب في فقدان العديدين لوظائفهم في شرم الشيخ أجبر حادث تحطم الطائرة الروسية في مصر الفنادق في منتجع شرم الشيخ لمنح عشرات الموظفين إجازة بدون رات بقول بسبب تنقض عدد السياح في ظاهرة تهدد بخسارة عشرات الآلف لوظائفهم خلال أشهر فبعد تحطم الطائرة الروسية في الواحد والثلاثين تشرين الأول فوق شبه جزيرة سيناء ومقتل ماتين واثنين أو أربع وعشرين شخصا كانوا على متنها أعادت روسيا وبريطانيا مواطنيها الذين كانوا يقضون إجازاتهم في شرم الشيخ بهذا ناتي لختم معرض الصحافة لنهار اليوم نشكركم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة